ما هي مميزات التقاضي الإلكتروني؟ أولاً أسرع في الوقت أقال في التكلفة أقال في المجهود النهاردة مثلاً أرشيف المحكمة بدلاً ما يبقى فيه عشر تلاف ملف ورقي النهاردة بتختزل فيه أرسل مجمج صح ده جزء الثاني النهاردة الحصول على المعلومة بقي أسهل كتير وميسر طبعاً أدخل على الموقع أطلع على مستنداتي للخصم مقدمها وأنا في مكتبي من ناحية السلبية إلى الآن هو يعني هل النظام ليه سلبيات أي نظام بالمناسبة تقاضي بيبدأ في أي دولة في الأول بيبدأ بنظام تجريبي لتلاف السلبيات ثم تعديل النظام لحد ما نوصل أو نستقر إلى على منظومة خلاص يعني التقاضي الإلكتروني في المحكمة الاقتصادية خلاص تجاوز التجربة التجربة خلاص احنا في الحيزة تشغيلي الكامل لكن هو التجربة في البيت أنا برضو مش فاهم قوي يعني أنا دلوقتي هروح لحضرتك في المكتب أنا عندي قضية كذا 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 فهل حضرتك بيباع عندك عندك أكاونت على المحكمة الاقتصادية على المحكمة الاقتصادية هردك يعني تترفع عني إزاي أو تبعت لهم ميلات يعني أه طبعا بدخل على الأكاونت بتاعي إنشاء دعوة بضيف الفلدرات بتاعتي اللي هو صحيفة الدعوة اللي هو أنا بداعي بقول إيه إيه الطلبات بتاعتي إيه الدفوع من خلال مستندات بتترفع بسدد الرسمة يتحدد جلسة بعد كده بعد بقى موضوع جلسة بنحضر بنحضر بشكل مباشر بقى يعني بنحضر بالأشخاص مش إلكتروني لكن أعتقد فيما بعد هيبقى خلاص فكرة الحضور الفعلي دي كمان هتبقى مش موجودة لكن الأضايا اللي هي بتحتاج مثلا الشهود لمناقشتهم يعني الديبيت اللي بيحصل جوة قاعة المحكمة كده يحس إنه هي دي أهمية الجلسة اللي بيحضرها كمان المحامي والنقاش بينه وبين النياب هل ده ممكن إنه يبقى متوفر أو متحقق في التقادي الإلكتروني؟ هو حاليا التواجد بالأشخاص لكن أعتقد قرين هتبقى أنا بتكلم فيما بعد يعني هتبقى هتبقى من خلال كونفرست اللي هو الطلاق أنا عايزة أقول لحركة لحاجة إحنا فكرتنا عن قاعة المحكمة هي بس اللي احنا عرضينا من المسلسلات والأفلال اللي هو المحامي يدب سروب وسيد القاضي وحضرات السادة المساشرين وهو ده حقيقي ما بيحصلش ربما غير في عدد قليل جدا من الأضايا لكن بنشوف رول فيه مش عارفت خمسين وستين وسبعين قضية الإدارية العالية ممكن يوصل لثمنمية أو ألف ده في اليوم؟ في اليوم؟ يا ساتر يا ساتر وسيد القاضي بيقاعد في مكتب عادي مش قاعد جوه قاعة محكمة وبيدخل المحامي إلا بيترافع يعني ده ورق يا فنم ده شافيه ده تتأجل المرة تتأجل المرة الجاية مش عارف إثبات إيه المرة اللي بعديها إيه فاحنا يمكن عشان برضو مش متخيلين أوي صورة واخدينها من دراما أكتر لأننا برضو صورتنا واخدينها أكتر من الأفلام والمسلسلات طيب هو فيه شقين الشق الأول اللي هو فيه المرافعات ده بنشوفه أكتر في المرافعات الجنائية لسبب لأن القضاء الجنائي قضاء يقيني بمعنى أن القاضي له أن يستشعر أو يرتاح لوجهة نظر معينة حتى لو تخالف المسندات التي عرضت عليه صحيح فده لازم إلى الآن يعني بيتم فيه المرافعات أما المدني والإداري هو قضاء تأسيسي يعني لازم أتكلم من خلال مستندات فالمرافعة الشفوية بإيه يعني يعني فيه بعض الأنظمة بالمناسبة قضائيا زي مجلس الدولة لما المحامي يبدأ يترافع القاضي يقول له أستاذ أنت فاهم طبيعة المحكمة هنا مفيش مرافعة في ورق اه احنا في ورق أنا اشتريت مدرتك عربية إثبت إثبت أن أنا اشتريت قضاء تأسيسي حضرات بتقدم مستندات ما بنترافعش ده مثلا وبالأخاص في القضاء الإداري القضاء المدني مرحلة وسط ما بين الجنائي والإداري اللي هو يعني مرافعات لكن مش بشكل الإقناع لأن في النهاية هو قضاء تأسيسي